السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنأخذ صفحة 40 من كتاب الجديد في الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي الحصة الخامسة أتمرن وأدعم تعلمات تمرين الأول قال لنا أحسب بطول الدلاء المنون في كل حالتي هنا لدينا الكثير من الأشكال هذا الشكل الأول عبارة على المثلت مستطيل متوازل أضلع وهنا شبه منحارف بالنسبة للمثلت كيف سنحصبها الضلع الملون وما أعطينا الضلع هذا والضلع هذا وعطينا حتى المحيط هنا لنحصب المحيط للمثلت كيف نفعل بقية المحيط المحيط عفوان كيف نفعل A زائد B زائد C هنا أعطينا A اللي هي 4 سنتيمتر يعني بطلع الأول الأربعة ثاني خمسة ثالث معارف نهاش والمحيط عطينا هو 16 إذن هنا يعطينا 4 زائد خمسة كتساوي تسعود زائد السل معارف نهاش شي كتساوي 16 كتساوي 16 16 ناقص تساوي 7 يعني السي كتساوي 7 سنتيمتر بالنسبة المستطيل كتساوي 7 سنتيمتر بالنسبة المستطيل كتساوي 11 كتساوي كتساوي 7 كتساوي 7 كتساوي 9 من الأفضل كتساوي 12 كتساوي 97 اللي عندنا هنا. اذا عندنا هنا ثلاثة في العرض. وعندنا قلينا هاد الضلع اللي هو طول واللي نحسبوه. ثلاثة وثلاثة هي ستة. ستة نقصها من عشرين. كثقنا 14-14 مقصوها لا جوج هي سبعة. هنا عندنا شي بهمون حارف كيفاش نحسبوه المحط دياله. ننظروا مجموع الاطلع. احنا عاد هنا ثلاثة زائد عشرة زائد ربعة. ثلاثة زائد عشرة كثوية القش زائد ربعة هي سبعتاش. واللي عندنا المجموع يعني المحط كامل فيه ثلاثة وعشرين. اذا كندروا ثلاثة وعشرين ناقص. كيف حال كنا هنا يسبعتاش. قد تعطينا هي ستة. اذا هذا هو التمرين الاول. دعنا بغض نقضي التمرين ثاني قالينا احسبوه طول عبطل عالملون في كل حالاتي. هنا عندنا غضي نحسبوه. ولكن هنا كننا الفوق هنا كنحسبوه بالمحدة. بغض نحسبوه بالمساح. هنا يهم ذاو المساحة باش نحسبو المساحة ديال المثلت. كنو كندروا. عندنا القاعدة في الارتفاع مقصوم على جوج تكشي اللي غندروا. عندنا باش نحسبو المساحة ديال المساحة وكنو كندروا القاعدة. هنا قاعدة ما عارف نهاش. ما زال ما عارف نهاش. منظروا في الارتفاع اللي هو مقصوم على جوج. والمساحة عارف نها هي استة. اذا هذه لدينا قسمة عارف قرب كتبوها في ضرب. كتبственный باي مضربه في جوج. بتساويج cards be sheshe IIج is II. هذه avenida الاحمر كيزا وسطا. دابا عندنا باج نحزبو المساحة ديالشي مستطل كندروا الطول في العرض. هنا يا عارف المساحة اللي هي 16. والطول ما عارفنش عارفن غير العرض يعني ال كبيرة من ضربة في جوج. ياك. شنو كندروا? كندروا 16 مقسم على جوج. هالضرب فين كان عندنا كنحولوه القسمة كيو اللي مقسم على جوج. هادي هي هادي هي ال كبيرة اي الطول. هي 16 مقسم على جوج هي 8. يعني ال كبيرة كنتزاوي 8. عندنا هناك متوازل اضلاع. شنو شنو عبارة عندنا عندنا متوازل الاضلع كيفش конحسبوه? كندروا ب ثلاث وهو ارتفاع.Emtemョ شنو عدنا المساحة كثووى 21. بمعارفنش السبع 21 مقسمة على ثلاثة هي السفاة إذن إذا جاءنا من ناحية أخرى درنا سبعة ثلاثة هي 21 تكشير اللي يقولون لنا في القاعدة المتوازي الأطلاع باش نحسب المساحة كنجروا قاعدة في الأرصفاء مفيف واش دابا غدي ندوزل تمرين ثلاثة تمرين ثلاثة غالي نجو كالكيل لاغ دو لا بارتي كولوغي دون شاكا غدي نحسب لاغ اللي هو المساحة ديال لابتي كولوغي ديال الجزء الملون في كل حالة قلنا هنا كملاحظة يعني طريقة اللي خصنا نتابعها قلنا جو ديكومفوز شاك فيجور اي جا ديشون في الأول غدي ندكومفوزه اي غدي نفرق كل شكل بوحده من بعد غدي نجمع عندنا هنا غدي ناخده مثلا هنا كنقسمه هذي بوحده وهذه بوحده وهذه بوحده هذي شنو عبارة عن مستطل وعبارة عن مثلث شنو هذي المستطل يطول في العرض باش نعرف المساحة كنجر طول في العرض لنا 20 فستة هي 120 إذا هذا المساحة دياله هي 120 وهنا شنو باش نحسب المساحة ديال المثلث كندير القاعدة في الارتفاع نقسمه على جوش القاعدة هي خمسة باش عرفنا عدرنا 20 ناقص 15 هي خمسة مضرب الارتفاعي ستة خمسة في ستة ثلاثين نقسمه على جوش هي خمستاش اذا 15 زائد 120 هي مية وخمسة وثلاثين سنتيمتر مربع ديال المساحة دياله الشكل هنا غدي نديره عود ثاني غدي نعتبره هذا المثلث من بعد غدي نقصه باش نبدأ نديره ثلاثين نضربه في 15 ثلاثين في 15 تساوي هي 450 سنتيمتر مربع هذه المساحة دياله المثلث الكامل انا نقسم المساحة دياله المثلث نضرب القاعدة في الارتفاع القاعدة خمسة في الارتفاع اللي هو عشرة هي 30 ثلاثين نقسمها على جوش شحال كتساوي هي شحال عفوان عندي خمسة في عشرة هي خمسين خمسين مقسمة على جوش كتساوي هي خمسة وعشرين نقص منها 25 حال تساوي هي 425 سنتيمتر مربع كتساوي اذا هذا هو التمرين الثالث ننتقل التمرين الرابع ماذا يقول لنا؟ نحسب المساحة ديال الجزء المولون في كل حاله هذا في حال التمرين اللي قبل نبدأ العليف الطريقة العمل ما نقول لنا طريقة العمل؟ قل لنا جو كمبلاد شاك فيجور اي جو غدخونج سنكمل كل فجور مثلا عندنا هنا هنا هاد الجوز اخذنا نكمله كان عندنا هاد الجوز اخوي شديت هذا او طل هنا هلاش؟ حيث عندهم هنا اربعة احتى هنا اربعة يعني يقدر يوالي مستطر جو تضرب و بنحسبون لدي هدأ هنا يشحال نقدر نعتبر هدا كامل مستطر او لمربع ندير ثمانية في ثمانية و نعتبر اراج مربع نقدر نخدم بكل جزء مثلا ندير اربعة 3 في ثمانية و احتى هنا ندير اربعة ثمانية 5 في ثمانية ثم هي 32 و 4 في ثمانية ثم يوالي ثمانية ثم ثم تزوى 32 إذن 32 x 32 x 292 متر مربع هنا كذلك هذا الجزء الرضل هنا شنو غايو الليلية؟ غايو الليلية هنا كانت عندي 20 إذن 20 و هنا 10 إذن حتى هنا 10 أنشي اللي هنا غالنخذ عيه 10 في 8 يعطاني هي 80 80 متر مربع وهنا عندي 4 4 في 10 هي 40 40 و 80 و 40 كتاوي هي 120 متر مربع يعني هذا الشكل الكامل في 120 متر مربع وهكا سنكون نسالين حتى تمرير البعض سننتقل الخلاصة و نتائج خلاصة و نتائج عندنا غنظة بمثلث قال لنا R هذا متلث لارتفاع S القاعدة B و وعندنا دلاء A و الدلاثة كيف نحسب مساحة المثلث ما نفعله؟ نفعله S ما هي S هي La surface يعني نقوله المساحة هي لا ما نفعله ما هي القاعدة A هي الارتفاع نقصم على جوش نقصم على جوش نقصم على جوش هذه المساحة المثلث قال لنا يعني هي نصف جداء القاعدة و الارتفاع الموافق لها نقصم على جوش هذا هو اللقاء أغلق نساحة المستطيع ليس نستطيع. اللي هي الطول مضربة في العرض. وكيف نحسبوه? نحسبوه. كده نرى الطول مضربة في الزوج. بالنسبة المربع هذا الدلع واحد يسوي جميع للأضلع. يعني ما كده لش نقوم بفضل الادلع كان ندروا اثي ا ا. يعني الدلع في الدلع ولا الدلع. ومساحة المربح. كنا نحصبه المحيد. كنا ندد اربعة فأ يعني الدلع مضربない ديال المرات. دابا عدنا لاغ ديال باقليلوغام كونا نحصبه للمساحة ديال المتسواذي الاضلاع. كنا ندد ال اس للمساحة كتسوي بفوا اش كنضربه في القاعدة في الارتفاع. ثم قلينا كنحصبه الباقينات خليل هات الفاقليلوغام كنندد قدد هو جوش مضربة في ازا ادباء يعني في حال بمضقت المشاشاتي المساحة المعين هي الاودة هي المقطتر الأول وهذهpse هي المطر و اة شانيا الم متلي المحيط للمحيط المعين فهي يأتي المحيط المعين تغيير القاعدة بعدها تخفز أكثر نحسبوه شبه منحرف شنو كنديرو؟ قاعدة القبرى زائد القاعدة الصغرى مناصر في الارتفاع ومقسم على جور فيها زائد وناستضربوها في الارتفاع بعد قسموها على جور ما نسموها؟ هي نصف جداء مجموعة القاعدتين في الارتفاع كندير مجموعة القاعدتين في الارتفاع وأستقسموهم على جور هذه هي المساحة قلينا محط شبه منحرف كيف نحسبوها؟ كيف تساوي ازائد بزائد بكبيرة يعني كنضيرو مجموعة لالاطلاع فى حال ما كنضيرو فى المثلث دابا قلينا شبه المنحرف هو انتخاباز متلث تريونغل معين لوزنج لنا المساحة هي لاغ مستطل مستطل وغيكتونغل عندنا موحد فى غيمتر والمساحة ربناها هي لاغ مربع وكاغي متوازل الاطلاع فى غاليلوغام هذا الشيء اللى عندنا فى الصفحة هكا سنكون سألين الصفحة 40 من كتاب الجديد فى الرياضيات لمستوى السادس التدائي ان شاء الله تكونوا فمزو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته